لطالما أن العراق مهد الإبداع والعلماء فإن وراثة جينات الذكاء لا تموت رغم قسوة الحياة بطولة كأس العرب التي رسخت حقيقة العراقيين صانعي الإنجاز والتميز بطولة لكشف مبدعي البرمجة والذكاء الاصطناعي التي فاز بها خمسة عراقيين من بغداد والموصل جيل يحيي الأمل في مستقبل أفضل يعيد للعراق مجده في صناعة الحضارات مركز IOT Kids الذي تدرب به الأبطال على البرمجة والروبوتات كانت طريقة إلى بصمة وضعها ابناء العراق من بين 3500 مشارك من دول عربية مختلفة خلال خمسة أشهر مدة المسابقة إنجاز ونجاح يجدد الهمة للاستمرار في صناعة عهد جديد يبني ما هدمته الظروف ويرفع اسم العراق عاليا كما كان ترجمة نانسي قنقر